موسيقى العاشرة بتوقيت جرينج من قناة الحرة في واشنطن وسنتابع فيها أكثر من نصف مليون موظف تونسي في إضراب عام والألاف يخرجون في مسيرات احتجاجية بسبب أزمة الأجور وبعد سنوات من الجمود الجزائر تدعو دول اتحاد المغرب العربي إلى الاجتماع في أقرب الأجار اشتركوا في القناة أهلا بكم مجددا معكم رؤوف جربي العاشرة نبدأ من تونس حيث بدأت اليوم النقابات العملية والاتحاد العام للشغل إضرابا وطنيا عاما في خطوة من شأنها زيادة التوتر في البلاد ويشارك في الإضراب أكثر من 650 ألف موظف حكومي تونسي يطالبون برفع أجور الموظفين وتحسين ظروفهم المعيشية ولوح الأمين العام للاتحاد العام تونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال خطابه أبا من المضربين أن الاتحاد سيصاعد في تحركاته الاحتجاجية إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الموظفين هو اليوم الذي انتظره هؤلاء الموظفون الذين توافدوا من مختلف مدن البلاد ليهتفوا بصوت واحد لا نرضى بغير الزيادة في الأجور ووقف تدهور القدرة الشرائية يوم إضراب العام الذي انخرط فيه أكثر من نصف مليون موظف في مختلف المؤسسة والدوائر الحكومية في البلاد إحنا الموظفين هو اللي جواعة تمشي للبانكة ذا البانكة التزقل فيكم من بلاسة لبلاسة اللي مريض ما عادش لاجي دواء والكرية ما عادش لاجي يكري جاوبني بربي فلوس تونس وين نشت يا رئيس الحكومة توا يقول لك تونس ما فماشي فلوس والميزانية فماشي فما الفلوس أما لكن توموا تشوفوا الفلوس وين ماشية سيفتكم حكومة تبعوها كيفاش يجي توا أنت يسمحني الفلوس ماشية في الكراب وفي برشة حاجات بعدك يجي زيادة بالوجوب نستقلله ويقول لك فماشي فلوس إحنا أميلة بلدية تعبين شارينا ضعيفة برشة يعني بينك الربي واتيني تأخذنا معنى الظروف الاجتماعية قاسية جملة معنى الظروف نعلق قاسية الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قال إن القيادة النقبية سوف تدعو إلى تصعيد الاحتجاجات ضد الحكومة في حال لم تستجب لمطالب الموظفين وفي مقدمتها إقرار زيادة في الأجور تتناسب ومعدلات الارتفاع في الأسعار وغلاء المعيشة المسؤولية الكبرى نقول اليوم هي تحمل الاتلاف الحاكم على هذا الوضع الوسلطة تونس اليوم وهذا المعزق الوسلطة تونس وكذلك أن الوضع الاجتماعي والتوتر الاجتماعي والمناخات الاجتماعية صعبة وصعبة الغاية وكل طرف سيتحمل مسؤوليته لما ستقول إليه الأوضاع في المستقبل مساعي تطويق الأزمة بين الحكومة والقيادات النقبية انطلقت بالتوازي مع التواصل الإذراب العام من خلال اجتماع بين رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورؤساء الكتل البرلمانية وبين الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي وفي المقابل استبقت حكومة يوسف الشهد الإذراب ببيان تعهدت فيه بحماية المقدرة الشرائية للمواطن واتخاذ إجراءات عاجلة للتحكم في الأسعار إجراءات لن تنجح في نظر مراقبين في التخفيف من درجة غضب النقابات العملية في حال لم يعقبها اتفاق صريح بين الاتحاد والحكومة حول زيادة رواتب الموظفين خلال الأيام القليلة القادمة أكثر من 650 ألف موظف في المؤسسات الحكومية يضربون عن العمل في حدث عده المراقبون خطوة أولى في مسلسل احتقان سيتواصل خلال الأشهر القادمة في ظل تمسك الحكومة بالقول أنها لا تستطيع الاستجابة لمطالب النقابات توفيق العياشي الحرة تونس من تونس معنا الباحث في شؤونية السياسية والاجتماعية خالد دابيد مساء الخير أستاذ خالد إذن حركات تصعيد تلوح بها المركزية النقابية في تونس والبعض يقول أن هذا الحراك هو ضغط سياسي أكثر منه مطالب عمالية هل هذا صحيح؟ هو في الواقع أي إضراب كان وخاصة هذا الإضراب صحيح أن دوافعه وأسبابه هي اجتماعية لكن دائما أي إضراب كان لازم من التأكيد بأن هناك صبغة سياسية لكن في الدفاع عن مصالح الشغالين والطبق الأجيرة وفي الدفاع عن الأجراء وفي الدفاع عن تدهور وفي الرغبة في الحد من تدهور المقدر الشرائية للتونسيين وفي الرغبة في الدفاع عن مصالح العمال والموظفين أعتقد أن هذا إذا عد سياسة فلتكون هذه هي السياسة ووقتها يمكن حتى اعتبار هذا الإضراب السياسيا هذا أعتقد مشكل مغلوط وهذه مسألة مغلوطة باعتبار أن الافتحاد العام التونسي للشغل قد اضطر هذه المرة اضطراراً كي يقوم بهذا الإضراب نحن نعرف أن هناك اتفاق بينه وبين الحكومة على أساس أنه يقع إنهاء هذه المفاوضات إلى حد يوم 15 سبتمبر الفارض والاتحاد بعد هذا التاريخ أعلن أنه سيشنه إضراباً للوظيفة العمومية في هذا التاريخ يعني منذ حوالي أكثر من شهرين لكن برغم من ذلك لم تحدث أي مفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل فيما يخص قطاع الوظيفة العمومية ولهذا السبب هذا الإضراب الذي حدث هو إضراب الافتراري وليس إضراب غاية منه سياسية مثل ما يقول البعض وإن كنا نحن نتفاهم ذلك باعتبار أن الاتحاد العام التونسي للشغل منذ تأسيسه سنة 1946 إلى الآن دائماً لديه هذه الشرعية الثنائية شرعية المطالبة بالمطالب الاجتماعية النقبية وأيضاً شرعية المطالبة بالمطالب الوطنية السياسية وحتى زعيم المؤسس فرحات حشات قد أغطينا من قبل الاستعمال الفرنسي لأنه طالب بتحرير وطني أي تدخل في السياسة إن شاء نعم أستاذ خالد فقط البعض يقول أنه من حق المركزية النقبية ومن حق كل النقبات التحرك والإضراب ورفع المطالب الاجتماعية لكن الحالة الاقتصادية للبلاد في تونس اليوم لا تحتمل ربما ضخ المزيد منها ورفع الأجور في مقابل ضغط من المؤسسات المانح هو لنكن صرحات هذه المسألة بالذات الوضع في تونس على المستوى الاقتصادي وضع متأزم للغاية الدولة التونسية تكاد تكون على حافة الإفلاس الغير المعلن والدولة التونسية الآن تقتاته من الإعانات الخارجية والقروض الخارجية وتحديدا صدوق النقط الدولي ولهذا السبب هي ارتهنت قرارها بإملاءات أو بأوامر أو بشروط صندوق النقد الدولي ومن ضمنها عدم الترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية والزيادة في الأجور مهما كانت هذه الزيادة أمام التضخم المالي الذي تشده تونس وهو التضخم مالي أعتقد أنه نوع المال مزيف لأنه نتيجة نتيجة الانهيار الدينار التونسي أو إن شاءنا انزلاق الدينار نحو الانهيار أكثر فأكثر ونتيجة الاستيراد العشوائي للعديد من المواد كل هذا أثر بطريقة أو بأخرى مع تخفيض الدينار التونسي أثر بطريقة أو بأخرى في هذا التضخم الذي نعيشه لأن تخفيض في الدينار إذا كان من شأنه أن يزيد في تنافسية الصادرات التونسية فهذا يكون صحيحا إذا كان هناك إنتاج واختصاد مزدهر تونسي لكن هذا في الوقت الحالي غير موجود لذلك التخفيض في قيمة الدينار غير مجدية لأنها تزيد في التضخم المالي وكذلك تزيد في عجز الميزان التجاري ولهذا السبب نحن في حلقة مفرغة إذا قمنا إذا قامت الحكومة بالزيادة في الأجور ولا نعتقد أنها ستقوم بذلك فأن التضخم المالي سيزداد وإذا ما زداد التضخم المالي فأنا لن نخرج من هذه الدائرة وأعتقد أن الحل هو يكون في أن يقع حوار اجتماعي وطني حقيقي ومن خلال هذا الحوار يقع طرح كل المواضيع على الطاولة وطرح كل الإمكانيات الممكنة للخروج بتونس من عنق الزجاجة يجب أن اتخاذ إجراءات حقيقية ولكن هذه الإجراءات الحقيقية وإجراءات العاجلة والإصلاحية في العمق يجب أن تجمل الجميع المشكلة هنا في تونس أن الذي يدفع العبء الأكبر في هذا النيار أو إنشان الأزمة الاقتصادية هم الأجراء والموظفون هم الذين يدفعون الجباية فقامت الدولة التونسية في ميزانية الفارطة وحتى هذه الميزانية بإثقال كهينهم بالجباية بينما المتهربون من الظرائب لم يكلمهم أحد بينما الاقتصاد الموازي والذي يشكل 60% من الدورة الاقتصادية التونسية غير موجود في منطق الجباية وغير موجود حتى في تعاملات الدولة معها الدولة لم تتمكن لحد الآن من احتواء الاقتصاد الموازي لم تتمكن لحد الآن من احتواء التهريب لم تتمكن لحد الآن من إنهاء التهرب الضريبي وكل هذه الأشياء التي ذكرتها هي من شأنها أن تضخ المال الوفير في ميزانية الدولة ومن شأن هذا كلها أيضا أن يحد من شأن ركود الناتج المحلي الناتج الوطني الخام وهذا بطبيعة الحال سيكون له ارتدادات على مستوى الأجور لأن الدولة في هذه الحالة لا يمكن أن ترفع في قيمة الأجور مدام الناتج الداخلي الخام أو الناتج الإجمالي الخام هو في حالة ركود يكاد يكون مطول ولهذا السبب أعتقد سيدي أن الحل يكمل في اتخاذ إجراءات شجاعة ولا أعتقد أن حكومة سيد يوسف الشهد بقادرة على أن تتخذ هكذا إجراءات حاليا لأنها تعيش الآن في نوع من الشبهة من نوع شبه العزلة السياسية حزامها السياسي الموجود حاليا حولها لا يكفيها كي تكون قادرة على مجابهة الاحتقانات القادمة وفي نفس الوقت هي تسوق نفسها على أساس أنها التلميذ المطيع لصندوق النقد الدولي وللمقرضين الأجانب وهذه النقطة بالذات هي التي تشكل حساسية مطلقة هنا في تونس باعتبار أن هناك حساسية في تونس لمسألة سيادة تونس ومسألة استقلالية قرارها الوطني وقرارها السيادي وهذه النقطة بالذات أمر نعتقد أنه خط أحمر لا يمكن للقوى الوطنية في تونس أن تقبله وعلى حكومة سيد يوسف الشاهد أن تتدارك الأمر في هذه النقطة بالذات نعم الباحث في الشؤون السياسية والاجتماعية خالد عبيد كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك نبقى في الشأن التونسي حيث قالت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الاتماني إن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في تونس غير مستقرة خلال العام المقبل ووفق الوكالة فإن هذه النظرة تعكس احتمال استمرار انخفاض السيول وارتفاع تكاليف التمويل وضعف النشاط الاقتصادي مشيرة إلى أن وذائع العملاء المصدر الرئيس للتمويل البنكي في تونس لا تتماشى مع نمو القروض في ليبيا قالت سلطاته في شرق البلاد إن اعتقلت من يشتبه بقتلهم مدرس كيميائي أمريكي في مدينة بنغازية العام 2013 وذكر الجيش الوطني الليبي كما يطلق على نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس إن اعتقل أولئك الذين شاركوا في جريمة قتل المدرس روني سميت ولم ترد معلومات حول عدد مشتبه بهم أهوياتهم وكان المدرس موظفا في المدرسة الدولية في بنغازي وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت إنه قتل أثناء قيامه بالجري بينما قال مسؤولون أمنيون إنه تعرض لإطلاق نار بالقرب من المجمع الذي قتل فيه السفير الأمريكي كريس تيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين على أيدي متشددين في 2012 في المغرب طالب المثقفون في بيان بإلغاء محاضرات يرتقب أن يلقيها داعية المصرية المثير للجدل عمر عبد الكافي أثناء حلوله بالرباط نهاية الأسبوع وقال البيان إن هذا الداعي معروف بخطبه المتطرفة التي تحض على كراهية أتباع الديانتين الكتابيتين اليهودية والمنسيحية وحمل تواقية 15 شخصية بينهم جامعيون وكتاب ومدافعون عن حقوق الإنسان ويرتقب أن يلقي عمر عبد الكافي محاضراتنا السبت والأحد في مصرح محمد الخامس بالرباط وهو أهم فضاء ثقافي بالعاصمة المغربية نضم إلينا من الرباط الناشط الحقوقي عبد الله الجوت مساء الخير سيد عبد الله إذن زيارة تثير الجدل لعبد الكافي عمر عبد الكافي إلى الرباط هل ما قيلة من تبريرات لمنع هذا الداعية من دخول المغرب قائمة على أسس حقيقية شكرا على الاستفافة أولا قبل كل شيء أولا قبل أن نتكلم على موضوع الدعية يجب أن نطرح سؤال آخر ما هي السياق التي تأتي في هذه الدعوة وكذلك كيف يمكن أن نعطي للفضاء مثل مصرح محمد الخامس المعروف عند المغاربة بكثير من الأنشطة الثقافية كيف يمكن أن يستضيف مؤسسة ثقافية من هذا الحجم أن تستضيف وتصبح مأذنة لنصر بعض الأفكار المتطرفة أنا أظن أن كان أولا وقبل كل شيء على الحكومة أن تشرح لنا ما هي الدوافع في هذا الوقت التي جعلت ممكن هذه الزيارة أظن أن النقاش حاليا في المغرب هو نقاش عميق فيما يخص التجربة وفيما يخص صوصا النتائج التي آلت إليها الأوضاع بعد تجربة الحكومة الحالية وأظن أن استضافة هذا الداعية هو بمثابة تهريب النقاش على النتائج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حاليا وبذلك أصبح واضحا أن كل ما يقوم نثمن البعض هنا فيما يخص الإديولوجيا هو الكلام عن مسائل أخرى ليس عن ما يريده المغاربة حاليا هو العمل أو الشغل والصحة والتعليم وأمور مرتبطة بالنتائج الاقتصادية التي نحن بحاجة إليها نحن حاليا لسنا بحاجة إلى زيارات لفقهاء أو علماء أو داعية أو إمام أو مرشد لأن كثرت علينا مثل هذه الكلمات وأصبحت هذه الكلمات عبارة عن أن الدين ربما أصبح عنده في نظر البعض سياج يمنعنا من الحديث والنقاش مع المجتمع والآخرين فكيف يعقل مثلا أن يتم استضافة شخص كان له تصريحات معادية جدا للمسيحية واليهودية ونحن نعرف أن التاريخ في المغرب وهناك تعددية تقافية وهناك يهود مغاربة ومسيحيين وكان المغرب على مختلف العصور له حضور جميع الديانات وتقافات متعددة إذن أنا شخصيا أتعجب وتساءل كيف كنا ننتظر ربما مفكرين كبار ليساعدوننا على التجربة الديمقراطية التي نريد أن نخوضها ولا أن يأتي شخصا ربما بأفكار أصبحت متجاوزة أقولها بكل صراحة متجاوزة في جميع الوطن العربي والإسلامي وأصبحنا نحن بحاجة لتغطية الشمس بالغربال عبر أفكار متجاوزة هذا ما أراد أن يقوله مجموعة من الفاعلين الفاعلين الجمعويين والحقوقيين الذين يقولون أن مرحبا بأي شخص يدافع عن القيم الاختلاف يدافع عن اختلاف الديانات يدافع عن التسامح مرحبا به في المغرب لكن نحن لاسنا بحاجة لمن اختل مآذن ومنابر ويكفي أن نضع نظرة في اليوتيوب أو نظرة في الفيسبوك لنعرف كيف استطاع الضيف الذي تنوي الحكومة أن تستقل له كيف استطاع أن يشرح قبور خطيرة للغاية سيد عبد الله فقط أنت قلت أنه بغض النظر أنت من قلت بأن هذه محاولة إلهاء تعتمدها الحكومة لصرف النظر عن كثير من التحديات التي تنتظر المغاربة والتي يجب عليهم مواجهات ولكن في المقابل هؤلاء الحقوقيون الذين يعارضون مجيء عمر عبد الكافي إلى المغرب ألا يعتبر هذا وقوعا في الفخ؟ نعم أظن أن ما أراده البعض هو تهريب النقاش ويصبح النقاش متمحور أساسا على المسائل الإديولوجية أنا أقول بأن حتى لا نطع في الفخ أقول نحن لسنا ضد مجيء شخص مرحبا بأي شخص في المغرب يحمل الأفكار للتسامح ويساعد على الدفع بعجلة التفكير لكن نحن لسنا أطفال صغار لاستضافة ربما بعض الأشخاص أثبتت التجربة التاريخية فشلهم في كل شيء وربما أصبحوا هما صندوق النجدة لبعض الإخوان هنا في المغرب أقول نحن مع جميع النقاشات الاجتماعية الجادة ونحن ضد أدلجة النقاش العمومي وتمييعه في أمور ربما لا تهم المغاربة ليس هناك أخي الكريم ليست هناك بطالة حرام وبطالة حلال هناك بطالة يعاني منها شباب في المغرب وربما حان الوقت أن نناقش مثل هذه المواضع هناك أمور جدية ينجبون مناقشتها وكذلك أظن أن أنا شخصيا صدمت أن يتم استضافة هذا الشخص داخل مصرح محمد الخامس وما لهذا المصرح من رمزية فيما يخص السياسة العمومية التقافية كان بإمكاني هذا الشخص أن يذهب إلى جامعة أخرى نحن ضد الفكر الذي يقصي الآخر لأنها باسم هذا الفكر أقصيت كثير وأصبح العالم العربي رمزا للضمار والحروب المتكررة واضح جدا وربما كذلك للتطاح عبدالله الجورد شكرا جزيلا لك كنت معنا من الرباط ناشط الحقوق عبدالله الجورد شكرا جزيلا لك مرة أخرى دعت الجزائر اليوم وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي إلى الاجتماع في أقرب الآجال وفق ما جاء في بيانه للخارجية الجزائرية البيان قال إن الدعوة تأتي في إطار تعزيز علاقات دول الاتحاد ومؤسساته وإنها جاءت بناء على توصية صدرت بعد القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي التي انعقدت يوميا السبت والأحدى الماضيين ودعت إلى تعزيز عمل المؤسسات القرية بهدف تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية قدم رئيس الوزراء الموريطاني محمد سالم ولد البشير حصلة حكومته لعام 2018 وخطتها للعام 2019 أمام البرلمان اليوم خلال جلسة علمية وقال ولد البشير إن حكومته ملتزمة بسياسة تنموية مستثامة مبنية على الانفتاح الاقتصادي والتنوع ولمساعدة القطاع الخاص وتقليص الفوارق المجتمعية في موريطانيا تدرك الحكومة أن النمو الاقتصادي وتقاسم ذماره بشكل منصف يمثلان رهانين كبيرين بالنسبة لاستقرار بلدنا واستدامة ديمقراطيتنا ولهذا السبب ضمن أسباب أخرى فإننا نلتزم بانتهاج سياسة تنموية مستدامة ترتكز على اقتصاد مفتوح ومتنوع يطلع فيه القطاع الخاص بكامل الدور المنوط به وتتقلص الفوارق بين مختلف جهات الوطن أفرجت محكمة بلد زير العاصمة اليوم عن صحفي بعد شهر من حبسه بتهم القطف والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص والتهديد بالتشهير على أن يحكم في فبراير القادم بحسب محاميه وكان صحفي عدلان ملاح مدير موقعي الجزائر مباشر والجزائر براس الإخباريين رهن الحبس منذ توقيفه في 22 من أكتوبر الماضي بعد شكاوي تقدم بها أنيس رحماني صاحب قناة النهارة التلفزيونية الجزائرية الخاصة وعبد القادر زوخ محافظة العاصمة الجزائر ومجمع بن حمادي الصناعي بحسب المحامي هذا وكانت الحرة قد أجرت مقابلة مع ملاح في نشرة التاسعة قبل قليل قال فيها أنه تعرض للتعذيب أثناء مدة سجنه وأن هناك جهات كانت تضغط عليه للتصريح بأشياء غير قناعاته أمر غير مهني أن أهاجم مؤسسات في إطار صراع رئاسيات رفضت هذا الأمر احتراما لأخلاقيات مهنتي فوجدت نفسي في السجن وتم تهديدي بهذا المصير وتلقيته ولولا حملات التضامن حملات تضامن صحفيين حقوقيين يكفيني اليوم فخرا أن عدد المحاميين لتأسوا لصالح عدلان ملاح تجاوز المئة وهذه سابقة في تاريخ المحاكمات في الجزائر يكفيني فخرا أن هناك صحفيين جزائريين وكل الصحفيين الجزائريين أغلبهم داخل الجزائر ولا خارج الجزائر تعاطفوا مع قضية عدد الملاح اليوم النضال في الجزائر هو نضال لعودة كرامة المهنة كرامة مهنة الصحافة اليوم نحن نطالب بحماية حقوق الصحفي ونبقى في الجزائر حيث أطلق مجموعة من الصحفيين مبادرة لتأسيس تكتل نقبي مستقل للدفاع عن مطالبهم المهنية والاجتماعية وقال القائمون على هذه المبادرة الذين التقوا في اجتماع بالعاصمة أن الهدف من تأسيس هذه النقابة هو تحسين الظروف التي يعمل فيها الصحفيون حيث بحسبهم فإن الصحفيين الجزائريين يعملون في بيئة عمل سيئة وفي ظروف مهنية واجتماعية جد مزرية هم بالعشرات من دون رواتب منذ أشهر أو لا يتقادون أجورهم بانتظام إلى جانب غياب التأمين الصحي وهم من أخرى هكذا هو حال صحفيين في بعض المؤسسات الإعلامية في الجزائر منهم عادل الذي عانى تجربة التنقل بين عدة صحف في فترة خمس سنوات أشتغلت في خمس مؤسسات إعلامية تعرضت للعديد من الضغوطات تعرضت للعديد من الضغوطات النفسية بحيث أني كنت لا نتلقاش الأجر تاعي أحيانا في الوقت المناسب بعض المؤسسات ما عملت ليش تأمين اللي هو ضروري في حق كل صحفي في المقابل يرى بعض مدري نشر أن الأمر يتجاوزهم في ظل تراجع عائدات الإعلانات وهو ما يضطرهم إلى تسريح العاملين في مؤسساتهم وفي خطوة للتكفل بهذه الانشغالات نضم لقاء جمع صحفيين من القطاع الخاص قصد وضع لبنات تأسيس نقابة مستقلة للصحفيين لقاء خلص إلى تشكيل لجنة تتكفل بتحضير مؤتمر للإعلان عن تأسيس التنظيم النقاب الجديد لصحفيين الجزائريين أوائل العام المقبل مشاكل القطاع أصبح من الصعب جدا حلها في غياب تكتل وطني للصحفيين يأخذ بمطالبهم ويقوم ببلورتها في لائحة مطلبية موحدة نظرا لتشتت هذه المطالب واختلافها وتباينها من مؤسسة إعلامية إلى أخرى إن مهني أو إجتماعيا ومرت محاولة تأسيس نقابة مستقلة للصحفيين الجزائريين بعدة تجارب منذ التسعينيات فشلت في عمومها بسبب التشتت وعوامل أخرى يأمل القائمون على المبادرة الجديدة ألا تتكرر أنا كنت أتمنى أن تكون الجيل التاعي والجيل اللي قبلنا أن يكون أرسى نقابة لا تزول بزوال الرجال ولكن للأسف الشديد هناك عدة مشاريع وقيمة للنقابات ولكنها انضطرت نتمنى الآن أن تكون الإرادة هذه صلبة وتواصلة لإرساء نقابة جديدة يذكر أن أكثر من ثلاثين صحيفة ورقية اختفت من المشهد الإعلامي في الجزائر خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب شحي الموارد المالية الصحافة مهنة المتاعب لكن في الجزائر المهنة تضاعفت متاعبها يقول الصحفي في ذل الظروف المهنية والاجتماعية الصعبة إلى جانب حالات التذيق على الحرية وقع لا يمكن تغييره إلا بنقابة قوية ومستقلة نقابة يأمل الحاضرون في أنطر النورة في القريب العاجل محمد جراد الحرة الجزائر من الجزائر ينضم إلينا الإعلامي حمزة عقون مساء الخير حمزة هل هناك من تفاؤل بأن تنجح هذه المرة المساعي في تأسيس نقابة جديدة بعد كل الفشل في المرات السابقة نعم هناك حالة صحيح هناك حالة من التفاؤل بأن ينجح هذا المساعي الجديد القديم المتجدد إن صحاء التوصيف لأن هناك جيل جديد أصبح يؤمن أكثر فأكثر بدرورة التضامن فيما بينه لأن الصحفيين اليوم يعيشون حالة من الشتات للأسف الشديد بسبب عديد الأسباب التي جعلت الصحفي يعني يقوم مقام المدافع عن حقوق كل الفئات الاجتماعية وعندما يتعلق الأمر بظروفه الخاصة سواء المهنية أو الاجتماعية لا يجد إطارا قانونيا يسمح له بالتعبير عن آماله وعن طموحاته اليوم الصحفيين يعيشون أوضاعا كارثية إن صحاء التوصيف وكما قلت العديد من الأسباب التي جعلت هذه الوضعية المؤسفة تستقر في عديد القانوات الإعلامية بالخصوص وحتى الجرائد لأن من جهة السلطة معروف عنها أنها تأخرت في تفعيل قانون الإعلام في سنة 2012 وهذا الفراغ القانوني والالتباس القانوني والضبابية أثر كثيرا على الصحفيين وفي المقابل أيضا ملاك القانوات لأنه نشهد اليوم سيطرة أو سطوة لأصحاب الأموال على المؤسسات الإعلامية ودون احترام لحقوق الصحفيين مثلا أدنى الحقوق هو التصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي والحق في الضمان الاجتماع وفي الحق في تغطية اجتماعية لأنه تأسيس نقابة يرفضها قبل السلطة يرفضها للأسف الشديد الملاك وأصحاب المؤسسات الإعلامية صحيح وفي هذه الحالة على من ترهنون حمزة على الأقل لميلاد والدفع بميلاد نقابة كهذه اليوم نجاح مشروع كهذا بعد فضاء نقابة يطلع بالدفاع عن الصحفيين الجزائرين في إطار قوانين الجمهورية طبعا وفي إطار ما تحدده المواد القانونية في قانون الإعلام وغيرها من تشريعات الجزائرية مرهون بمدى تمسك الصحفيين خصوصا الجدد لأنه رأينا للأسف الشديد أنه هناك محاولات وؤدت في المهد من طرف الجيل السابق نظرا لتجاذبات إيديولوجية كانت هناك العديد من الإنقسامات هناك العديد من الأنى من الأنى وتدخم الأنى محاولة النزعة الفردانية هي التي أفشلت مثل هذه المساعي في وقت سابق اليوم بالنسبة لهذا الجيل الجديد لا يعير اهتماما كبيرا لهذا التصنيف وهذا الفرز الإيديولوجي يريد فقط أن يحسن من المستوى الاجتماعي للصحفي وأيضا فيما يتعلق بالجوانب الأخرى أخلاقية المهنة المطالبة بتشريعات تسمح بالوصول إلى المعلومة أن أيضا مهنة الصحفي ليست فقط طراتبا وليست سكنا بقدر ما هي رسالة السدعي توافر مجموعة من الظروف التي تجعل هامش الخطأ يتقلص لصالح مزيد من الاحترافية ومن بينها وحجر الأساس فيها هو الحصول على المعلومة والحق في الوصول إلى مصادر الخبر اليوم هذا الجيل مطالب بأنه يتحرر من التابعات التي خلفتها العشرية الأمنية وأيضا ترصبات الفكر الواحد فيما سبق والنظر إلى الصحفة بمعطيات جديدة أيضا هذا الجيل اليوم يراهن على أنه يستطيع أن يحقق ربما ما عجز عنه الجيل السابق نظرا لمتغيرات كثيرة وهذا لا يعني أنه هناك قطيعة بين الجيلين الجيل الذي سبقنا افتكى هوامش حرية عظيمة جدا نفتخر به ونواصل نحن كجيل شاب نحاول أن نرسي قواعد ممارسة بعيدة عن التخندق في فصيل أو في آخر بعيدا أو على حساب أخلاقيات المهنة الصحفية حمزة العقون الإعلامي كنت معنا من الجزائر شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات نواصل باقي الأخبار وفي اليمن نقل مراسلنا عن مصادر محلية قولها أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث أرجأ زيارته إلى مدينة الحديدة لأسباب أمنية مرجحة قيامه بها يوم غد وقالت المصادر أن جريفث سيستكمل محادثتها اليوم مع قادة الحوثيين وحزب المؤتمر وممثلين عن المجتمع المدني في إطار التحذيرات التي يقوم بها لمحادثات السلام المقررة في السويد بالتزامن مع دعوات دولية لوضع حد للحرب في اليمن حثت الولايات المتحدة مجددا أطراف السراع على اغتنام فرصة تحقيق السلام وتجنيب المدنيين تبعات السراع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام دعوة واشنطن لإنهاء الحرب في اليمن تضمن الترحيب وزارة الخارجية الأمريكية بإعلان المبعوث الأممي مارتين جريفث أن المسلحين الحوثيين والحكومة اليمنية أكد التزامهما بالمشاركة في مشاورات من المقرر أن تعقد مطلع الشهر المقبل في السويد وطلبت الخارجية الأمريكية من الأطراف كافة عدم تأخير المحادثات أو الإصرار على شروط تتعلق بالسفر إلى مكان عقادها ما من شأنه إثارة تساؤلات حول حسن النوايا في حين أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس مارس أن السعودية والإمارات أوقفتا العمليات الهجومية في محيط مدينة الحديدة الساحلية وأن جبهات القتال لم تتغير خلال الساعات الأخيرة رغم وقوع بعض الاشتباكات وتأتي التصريحات الأمريكية في سياق جهود دولية يقودها المبعوث الأممي الذي وصل الأربعاء إلى صنعاء لإجراء مشاورات مع الحوثيين ولحثهم على المشاركة في محادثات السويد وبينما كان من المقرر أن يتوجه جريفث إلى مدينة الحديدة يوم الخميس ذكرت مصادر للحرة أن الزيارة أجلت إلى الجمعة لعقد مزيد من الاجتماعات في صنعاء ويتمتع ميناء الحديدة بأهمية استراتيجية إذ يستقبل أكثر من ثمانين في المئة من واردات البلاد من المواد الغذائية وإمدادات الإغاثة في وقت تشكل فيه المحادثات المرتقبة في السويد أملا بإعادة تشغيله بالكامل لمساعدة نحو 14 مليون يمني يعانون أزمة إنسانية تقول الأمم المتحدة إنها الأسوأ في عام 2018 نتحول إلى تطورات قضية مقتل السحفية السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية الشهر الماضي فقد جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد أن استنجالات وكالة الاستخبارات المركزية لم تخلص إلى أن ولي الأهدى السعودي محمد بن سلمان متورط في القضية وقال ترامب في تصريح لصحفيين بولاية فلوريدا إن بن سلمان شعر بالأسف لمقتل السحفية السعودي أكثر منه أعلن الناطق باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه قد يلتقي ولي الأهدى السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين المرتقبة الأسبوع المقبل في الأرجنتين من جهته الطالب وزيره الخارجية التركي ملود شووش أولو ومسؤولة وسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني طلب السلطات السعودية بمحاسبة قتلة الصحفية السعودي جمال خاشخجي ودعت موغيريني لإجراء تحقيق شفاف بالكامل ويحظى بمستقية في هذه القضية أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تسعة من مسلحي تنظيم داعش على الأقل قتلوا في غارات التحالف على الجيب الأخير الخاضع لسيطرة التنظيم في ريف دير الزور الشرقي وقال المرصد أن عدة انفجارات هزت بلدتي هجين والشعف على الضفاف الشرقية لنهر الفرات جراء غارات التحالف تسبق عملية مرتقبة بتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية لإخراج التنظيم من المنطقة كما أفاد المرصد بأن القوات النظامية ومسلحية التنظيم تبادلوا القصف في ريف دير الزور الشرقي وسط أنباء عن إصابات من الطرفين كما أعلن المرصد السوري أن القوات النظامية وصلت خرقها لهدنة وقف إطلاق النار في إدلب بتجديد قصفها لمنطقة منزوعة السلاح وقال المرصد أن عدة قذائف سقطت لليوم الثاني على مدينة حلب الخاضعة لسيطرة القوات النظامية يرجح أن مصدرها مسلحية المعارضة كرد على قصف القوات النظامية لمنطقة منزوعة السلاح في إدلب أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أن الجيش الأمريكي سيقيم نقاط مراقبة على الحدود الشمالية لسوريا لتجنب التوتر بين تركيا ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وقال ماتيس أن الجيش الأمريكي بدأ بتشييد أبرج مراقبة في مناطق عدة على طول الحدود السورية مع تركيا مشنا إلى أن هذا الإجراء يضمن مساعدة قوات سوريا الديمقراطية في معركة هذا الددعش وأضف ماتيس أن مراكز المراقبة هذه ستكون ظاهرة بوضوح ليلا ونهارا ليعرف الأتراك مواقعها لافتا إلى أن هذا القرار اتخذ بالتعاون مع أنقرة أعلنت وزارة الداخلية المصرية أحبطها هجوما إرهابيا جديدا لمتشددين وتمكنها من قتل 12 عنصرا منهم في شبه جزيرة سيناء وقال بيانه الداخلية المصرية إنها رصدت تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش المهجورة في العريش وقامت عناصر الأمن على إثرها بمداهمة المكان وتبادلت إطلاق النار معهم وضف البيان أن جهزة الأمن عثرت في المكان على العديد من الأسلحة النارية والذخيرة والعبوة الناسفة أعلنت رئيسة والوزراء البريطانية تيريزاماي أن مشروع الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول البريكزيت والاتفاق المناسب للبلاد من جهته أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توز كأن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اتفقا على مسودة أو مسودة أعلان بشأن مستقبل علاقتهما السياسية بعد البريكزيت وقال توزكا الذي يرأس اجتماعات لقادة الاتحاد الأوروبي إنه أرسل المسودة للشركات أو للشركاء الأوروبيين السبعة والعشرين قبل القمة الأوروبية في بريكسل الأحد المقبل التي من المقرر أن تصادق على الاتفاق ورغم الاتفاق حول مستقبل العلاقات الأوروبية البريطانية بعد البريكزيت جددت إسبانيا التأكيد على رفضها مسودة اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ما لم يتم استثناء جبل طارق بشكل واضح من أي مفوضات حول مستقبل العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة البحر من ورائكم والعدو أمامكم يقال إن طارق بن زياد قالها عندما وصل إلى هذه المنطقة على شواطئ أوروبا بغرض فتحها ومن هنا أخذت اسم جبل طارق وبصرف النظر عن صحة الرواية إلا أن الواقع هو أن المنطقة تشكل قبلة سياحية وتعد موقعا استراتيجيا دفع دولا عديدة لمحاولة السيطرة عليها حاليا هي تتبع التاج البريطاني لكن إسبانيا تطالب باستعادتها الملف برز إلى السطح مجددا خلال مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إسبانيا لن تصوت لصالح اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي هذا التهديد جاء على لسان رئيس الوزراء الإسباني ووزير خارجيته المحطة الأولى كانت سنة 1967 عندما قرر مواطن وجبل طارق بأغلبية ساحقة البقاء والانضمام والولاء للتاج البريطاني تكررت العملية كذلك سنة 2016 قرروا بأغلبية ساحقة أنهم مع التاج البريطاني لكن إسبانيا أحيانا تناور من أجل العودة بالرغم أن اتفاقية أورتريخت التي وقعت بين بريطانيا وإسبانيا تنازلت فيها بشكل دائم ومستمر إسبانيا لبريطانيا عن جبل طارق معاهدة أورتريخت التي أنهت حرب الخلافة الإسبانية سنة 1713 منحت السيادة الكاملة على إقليم جبل طارق للتاج البريطاني إسبانيا حاولت مرارا في العقود الأخيرة فتح مفاوضات مع المملكة المتحدة لاستعادة الإقليم وهي الآن تؤكد على ضرورة أن تبقى هذه القضية ثنائية بين البلدين حتى بعد البريكزيت وأن يدرج هذا الاستثناء بشكل واضح في نص الاتفاق التحفظ الإسباني قد يعيق تمرير الاتفاق في القمة الأوروبية نهاية الأسبوع الجاري لكنه ليس التحفظ الأوروبي الوحيد على اتفاق البريكزيت فرنسا ومشكلة الصيد في المنطقة الإقليمية في البحر الواقع ما بين الإنجليز وما بين الفرنسيين هذه مشكلة أخرى تعيق هذه المحادثات أيضا بطبيعة الحال مشكلة الحدود مع أيراندا الشمالية ربما هذه الصفقة تجوزت هذه الحدود ولا ينسى هناك أي حدود لكن لا ننسى أن الاتحاد الأوروبي لديه تحفظات كثيرة على هذه الصفقة والاتحاد الأوروبي لا يريد بطبيعة الحال بريطانيا أن تخرج من الاتحاد الأوروبي فهو لن يفاوض على أي تنزلات التحفظ الإسباني بشأن مضيق جبل طارق وتحفظات أوروبية أخرى قد تسعب موافقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق لكنها قد تحشد مزيدا من الدعم لتريزمي داخليا ما يسهل تمرير الاتفاق في البرلمان البريطاني علي وجانا الحرة من أمام السفارة الإسبانية لندن أعياد الشكر مختلفة باختلاف الديانات والثقافات ولكنه في الولايات المتحدة مناسبة كبيرة تجمع الناس على اختلاف أديانهم وأصولهم حيث يستحذر الأمريكيون قصة تعيشة التي حدثت بين مهاجرين إنجليز وسكان أصليين منذ عدة قرون في ولاية ماساشيونس اليوم لعيد الشكر في الولايات المتحدة أوجه ومزايا بالنسبة للبعض هو السفر والعائلة وبالنسبة لآخرين هو التضامن ومساعدة المحتاج وبين هذا وذاك زاد الاستهلاك وعدد الرحلات لزيارة الأهل أكثر هذه السنة ربما كبرياؤه أو حياؤه أو كلاهما جعل مهمة محاورة مايكل صعبة قليلا لكنه قبل أن يجلسني في النهاية إنها فرصة لي هنا لتحصين أحوالي كنت سائق حافلة وأريد استعالة حياتي يبدو الحزن على محياه لأنه سيقضي عيد الشكر بعيدا عن الأهل ولكنه يقر بأنه محظوظ لأنه سيكون محاطا بمتطوعين ومتبرعين يقضون عيد شكرهم معه ومع الفقراء والمشردين مثله في ملجأ كاربنتر في أليكزاندريا قرب واشنطن ابتسامتهم في وجه يوم العيد تكفيني مصدر تمويل جمعية كاربنتر عطاءة الناس السيدة ريني تتطوع بالمال والجهد على مدى أربعين سنة وتحتفل بعيد الشكر مع المشردين وليس مع عائلتها خلال الأعياد هناك عمل كثير أفضل أن أكون هنا لأن المشردين بحاجة إلى مساعدة عيد الشكر هذه السنة يأتي في درجة حرارة هي الأبرد منذ أزيد من قرن والبرد والتشرد ثنائية حزينة ومؤلمة نعتمد كثيرا على المتطوعين لدينا ألف ومئة متطوع يعملون بلا مقابل طوال السنة وحتى في الأعياد هنا أيضا يعالجون بالمجان ويساعدون على توفير سكن وعمل قدر المستطع الشعب الأمريكي هو من أكثر شعوب العالم سفرا فكيف هو المشهد ياترى خلال أيام الأعياد في عيد الشكر هذا حوالي ستين مليون أمريكي مرجح أن يسافروا ثلاثون مليون برا والنصف الآخر جوا أمريكا تطير هكذا يخيل إليك وأنت تشاهد خريطة الأجواء الأمريكية هذه خلال أيام عيد الشكر إلى غاية عيد الفصح أرقام لا تتكرر في أي بلد آخر ربما بسبب تحسن الاقتصاد سبعة وخمسون فاصل ثلاثة مليون أمريكي يسافرون بالتأكيد لقضاء عيد الشكر مع العائلة ثلاثون مليون فاصل ستة منهم عبر الجو خلال قبل وبعد عيد الشكر على متن واحد وسبعين ألف رحلة جوية الديك الرومي الضحية ولكن الرمز الأهم في طقوص هذا الاحتفال بعيد الشكر ستة وأربعون مليون ديك رومي يتم استهلاكه في عيد الشكر بأمريكا مئتان وأربعة وأربعون فاصل خمسة مليون دولار فقط لشراء الديك الرومي لوجبة واحدة عيد الشكر محطة مهمة لدى الأمريكيين يشكرون خلالها الله على نعمته وعلى الأرض التي أوجدهم فيها وفي إطار تاريخي يشكرون هنود مساشوست الذين علموا أسلافهم الزراعة والصيد كي لا يمتج عن خليد طويلة الحرة من فرجينيا الاحتفالات في عيد الشكر لم تقتصر على كوكب الأرض فقد بثت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تسجيلا مصورا لرواد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية وهم يستهدون للاحتفال بعيد الشكر وتحضير وجبة الديك الرومي وتقديمهم التهنئة لسكان الأرض في هذه المناسبة اليوم هو يوم خاص بالنسبة لي فقد كان لي شرف لعدة مرات أن أشارك زملاء الأمريكيين الاحتفالات في عيد الشكر على الأرض ولكن هذه الليلة أشاركهم هذا الاحتفال في المحطة الفضائية وهذا هو الديك الرومي الذي سنحضر كما قال زميل أليكس هذا هو الديك الرومي الذي سنستمتع به الليلة عيد الشكر هو الوقت الذي تقضيه مع من تحب ونحن هنا سنستمتع بهذه الوجبة معا وبهذه المناسبة نقول لأهلنا على كوكب الأرض نأمل أينما كنتم سواء في المنزل أو منتشرين في المعمورة أن تمضوا هذه الأوقات مع من تحبون من العائلة وبكل الحب من فريق العمل هنا من منزلنا هنا إليكم نتمنى لكم عيد شكر سعيد لذلك من المنزل اليوم من المنزل من جميعنا من عائلة نشكره ليظهر منك لأنا نحن بكثير منك في رياضة الآن شكه مدرب والويدادة البيضوية المغربية لكرة القدب الفرنسي ريني جيرار تعرضه لمواصفه بظهوط قضائية وحملة عريفة لزعزعته من إدارة الندي وذلك في بيان لمحاميه بعد أيام من كشف الإدارة قرارها التخلي عنه وأوضح البيان الذي نشرته وسائل إعلام المحلية أن رئيس النادي سعد الناصري استدعى المدرب الفرنسي جيرار في الثاني عشر من هذا الشهر ليعلمه بأنه لم يعد مدربا للفريق بسبب سلسلة من النتائج السلبية واعتبر جيرار الذي يبلغ من العمر 64 عاما أنه يتعرض لحملة عنيفة جدا لزعزاته تهدف للضغط عليه وعلى مساعديه نفسيا وقضائيا نبقى في المغرب لكن من جانب آخر وجانب فني تحتضن العاصمة المغربية الرباط على مدى ثلاثة أيام مهرجان موسيقى بدون تأشيرة والذي يعد واحدا من المهرجانات الفنية التي تتيح للعديد من الفنانين من مختلف دول العالم إبرز إبداعاتهم ويتخوف القائمون على المهرجان من أن تكون نسخة هذا العام هي الأخيرة بسبب ضعف التمويل على إقاعات موسيقية تنوعت نغاماتها ومقاماتها طلق مهرجان موسيقى بدون تأشيرة كمحطة فنية للتعايش السلس بين الشعوب اختلفت عقائدها ولغاتها وجنسيتها نرغب هذا الملتقى يكون فضاء لتمثيل جميع الفنون جميع الهويات التي حاضرة لجيء من جميع البلد العالم سواء أفريقيا أوروبية يعني أسيوية أمريكية في مهرجان الموسيقى بدون تأشيرة تلغى الحدود الجغرافية لتنصهر ثقافة الشعوب الإفريقية والعربية والغربية في بوتقة الموسيقى التي يعتبرها أهل الفن أحد أشكال تقاسم القيم الثقافية النبيلة والصفر بها خارج الحدود الموسيقى هي حل للسلام أكيد لأنها من أسهل الطرق للتواصل بين الشعوب زي ما قلنا أنها مش لغة معينة فالموسيقى أي حد ممكن يفهمها نحن الطفل الصغير وهو لسه مش عارف أي حاجة بيرقص على الموسيقى لو عجباه فهي الموسيقى طبعا بتوحد الشعوب وتؤدي للسلام موسيقى ولأن هذا المهرجان يعد السوق لصناعة وعرض الموسيقى العالمية فإن الفرق المشاركة هذا العام زادت عن الأربعين من ثلاثين بلدا جميعها حثت الشباب على الضموح والتغيير وغنت للحب والحرية ودعت إلى تخليص الإنسان من العبودية موسيقى لعل هذه الدورة الخامسة لمهرجان موسيقى بدون تأشير ستكون آخر دورة يلتقي خلالها صناع الموسيقى العالمية في هذا الموعد والسبب حسب المنظمين قلة الدعم عبدالحي البقالي الحرة الرباط